أخبار اليوم تبقى للقانون. مكتوب فيه. انت تقدمت بالاختراع الفلاني. واختبال حداتك ازاي? عنوان وكزا. بيحمي كزا. بتاريخ كزا. بساعة كزا. بالساعة. يعني بالساعة اتنين ونص يوم الاتنين آآ تلاتتاشر ابريل الفين وسبتاشر. انت معاك مستند. جيه بقى محمود بعد كده بعد ما انت مشيت كده بشهر واتنين وثلاثة كده هوت. ام واخد الفكرة بتاعتك دي واحد بالحضرتك ازاي? وام اديها لسين وموساد. انت عندك الاسبقية والاولوية. رغم ان ده غير وارد. ده غير وارد. انت يا فندم مكتب البراءات هو جزء من المنظومة القضائية. بتدي رأي فني في منح حق لمبتكر او مخترع. فهي تقف على نفس البعد من كل الناس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. ايه اللي بيضمن? القانون. القانون. انا نفسي واحد من اللي حاجاتهم اللي هو بيقول ان احنا عاجات بسرق يتقدم بطلب رسمي يقول لمكتب البراءات. انا تقدمت عندكم في يوم كزا بتاريخ كزا بطلب في حصول براءة اختراع كزا. وقدي الايصال وقدي الوصف بتاعها. وبعدها بشهر ولا باسبوع ولا بيوم. اه لقيت واحد تاني بسج. كلام غير منطقي وغير مقبول وكلام. ليس له اساس من الصحة. ماه دي من الاشاعات اللي دائما منتشرة. الاشاعات اللي بتمتشر وتمشى بسرقة. ده غير موجود. القانون هو اللي بيحمي القائمين على مكتب براءات الاختراع. فاحصين معتمدين من نظمة دولية الملكية الفكرية. مكتب براءات الاختراع المصري. مكتب براءات الاختراع المصري حضرتك. هو مكتب بحث دولي معتمد. من ضمن 14 مكتب على مستوى العالم من المنظمة الدولية الملكية الفكرية في 2009 بيقدم خدمة 148 دولة